موسيقى متواصلين مشاهدين الكرام محضراتكم شوطن ينتهي بالحماس والإثارة وشوطن يبدأ بالأمال الكبيرة في انطلاقات هذا السن الصغار ينطلق شوطن الخامس عشر مشاهدين الكرام هذا الشوط خاص بالأبكار حيث تنطلق معه نخبة من الأسماء المشاركة في انطلاقات هذا الصباح تسير الشعارات المختلفة مشاهدين الكرام بالتنافس واللقاء الجميل والمشاركة المميزة نسير لنبحر مع حضراتكم مع هذه اللبنة الأولى وسن الصغار والمسيرة تسير والبحث مستمرا والتنقيب دائما عن الأجمل والأفضل مستمرا مع الأخوة المضمرين والملاك صدارة الشوط والقمة تتواجد صبا عبدالله بن محمد بن عويضان العام العامري يسير لينطلق إلى المركز الأول بينما الضبي في المركز الثاني خادم بن عبدالله بن خادم القبيسي يحتل المركز الثاني في هذه اللحظات المركز الثالث هناك كوادر وحمد بن عبدالله بن عيد المنصوري يحتل المركز الثالث بينما المركز الرابع وصلت إلى النوف نواف بن فرحان بن خلف اللي يحتل المركز الرابع المركز الخامس وصل إلى شعار بن مرشد هنا تقدمه مع منصورة منصورة قاضي بن سعيد بن مرشد يحتل المركز الخامس وسادس المراكز الشديد فهد بن طحنون الهاجري في المركز السادس من خلال هذه الانطلاقة المركز السابع الأسماء القادمة ويصل حشمة سالب سعيد بن كاسب المسافري المركز الثامن شعار بن محروم المحرمي يتواجد في المركز الثامن المركز التاسع نشوف شعار بن مفتاح يتقدم مع تواجد مشاهدين الكرام غزر حمد بن راشد بن مفتاح الشامسي والمركز العاشر هذه اللي وصلت كنز وسعيد بن سرور بن شهوان الظاهري هذه النتيجة للعشر المراكز الأولى مشاهدين الأعزاء عودة إلى البداية وعودة إلى صدارة هذا الشوط حيث التقدم وفهد بن طحنون الهاجر يتقدم ليقدم لنا مشاهدين الكرام الشديدة شديدة شديدة ويمسيطرة على ناموس هذا الشوط والركض بلا شك فيه شدة بينما المركز الثاني وصل بن كاسب المسافري وصل سالب سعيد بن كاسب المسافري وصل مع حشمة وصل مع حشمة اللي تتقدم حشمة في هذا الشوط تبغي مركز الحشمة ومركز العلو بينما الوكر واصلة الوكر واصلة هذه السلالة اللي يتخصص فيها العرياني يتخصص فيها العرياني سيف بن ياسر العرياني يتقدم إلى هذا الموقع لكن المركز الثالث أشوف التغيير وصل شعار بن عفصان في هذه اللحظات هاذف بن حمد بن عفصان المنصوري لكن اللي تقدمت لكن اللي وصلت اللي وصلت النايفة علوش بن راجش بن بندر الدوسري والمركز الرابع هناك مشاهدين الأعزاء السلطة سلطة سلطة قناصر بن علي بن سالم الوهيبي خامسا أعود إلى البداية أعود إلى مقدمة الشوط تغييرات قوية تغييرات قوية من هذه البديعة البديعة سيطرت وعادت بديعة إلى مقدمة الشوط بديعة حمد بن عفصان المنصوري وصل وانتزع المركز الأول يا السلام يا السلام هذه بديعة لكن أشوف الوكرة أشوف الوكرة والمتخصص في السنامين المتخصص في هذه السلالات سلطان بن ياسر العرياني سالم بن سعيد بن كاسب يقدم حشمة في المركز الثالث في المركز الثالث لكن بديعة مسيطرة بديعة 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 المريعة بديعة مشاهدين الكرام هناك على القمة على القمة بديعة لا زالت مسيطرة وتحاول الوكرة اللحظات الأخيرة الوكرة وبديعة لكن بديعة خلاص قفلت وسوت لك على الشوط سوت رقم سري تانين ونموس مشاهدين الكرام حمد بن عبيد بن عفصان المنصوري المركز الثاني سيف بن ياسر العرياني المركز الثالث سالم بسعيد بن كاسب قدم حشمه المركز الرابع هنا مشاهدين الكرام اللي وصلت النايفة علوش بن راجس بن بندر والمركز الخامس اللي وصلت سلطة ناصر بن علي بن سالم الوهيبي حيث انتزعت المركز الخامس هكذا ايو الحفل الكريم كانت النتيجة القوية والنتيجة التي حصلت من خلالها بديعة على المركز الاول ليضيف هذا الشعار ثلاثة واربع نقاط صباحية شعار بن عفصان المنصوري في لقاء وملتقى على صائل الجميلة حيث تقدمت هذه الاسماء حيث تقدم هذا الشعار وكانت بديعة سيدة الموقف في نهايتي وختام المطاف لمستوى هذا الشوت لتسجل التوقيت الزمني مشاهدين الكرام والنقطة الخامسة لشعار بن عفصان أربع دقائق ثلاثين ثانية وجزين من الثانية في مشاركة قوية في صباح المرموم وعلى أرضية ميداني دستور تهنينا على هذا الفوز مع المركز الأول بديعة وتوقيت الزمني بينما المركز الثاني التحية والسلام عيناوي المركز الثاني الوكرة سلطان بن ياسر العرياني أربع دقائق ثلاثين ثانية ستة اجزاء من الثانية وأيضا كذلك تهنينا والنموز على هذا الفوز والانتصار بينما المركز الثالث كانت حشما مشاهدين عزاء سالم بسعيد بن كاسب المسافري حيث حقق الثالث المراكز بأربع دقائق ثلاثين ثانية وجزا وحيدا من الثانية تهنينا والنموز اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة